إن للمواطنين الحق في أن يتكلموا عن مرتباتهم لأنها حق ويجب أن نفكر بأن نضع للموظف سنداً بيديه للمرتبات خال السنوات الماضية ومتى بتوفرت الموارد يستلمها كما يجب أن نعرض ميزانيتنا ومواردنا أمام الشعب فالأوطان لا تبنى بالاجتماعات الليلية ولا باللقاءات داخل البدروم وإنما بالشفافية كان ذلك مشاهدين مقتطفات من حديث رئيس حزب المؤتمر في صنعاء صادق أمين أبو راس والذي اعتبرهم مراقبون بأنه هجوم ضد الميليشيا وخطاب متقدم للحزب الذي همشته الميليشيا طيلة سنوات الحد هناك من يقول أيضاً أن حزب المؤتمر انضم للحراك الشعبي والاجتماعي الرافض لسياسة الميليشيا ونهبها لموارد الدولة ولمرتبات الموظفين نقرأ في هذا المحور تصاعد مؤشرات الرافض الشعبي وكيف ستتعامل الميليشيا مع هذا الحراك أناقش ذلك بمعي الضيوف ولكن بعد متابعة هذا التقرير الثابت أن المؤتمر والقبائل والنقابات والموظفين وجميع القطاعات الشعبية صارت تعبر بشكل معلن عن رغضها للحوثيين وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن تبعات الحرب والقطاع رواتب الموظفين وتعطيل مؤسسات الدولة والخدمات العامة بات هذا المشهد بمثابة نزع مسمار الصبر الشعبي والقبلي على سلالة الحوثي في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت احتلالها والتي عانى أهلها من ظلم تسع سنوات تحت الهيمنة الحوثية وها هم الموظفون والمعلمون والطلبة والنقابات والقبائل وحتى من كانوا شركاء معها في الانقلاب يقولون لإجرامها وظلمها وفسادها وعنصريتها طفح الكيل وبدأت الاحتجاجات الشعبية تتمدد داخل النقابات والنواد التعليمية والجامعية أصبحت الأغلبية من المشائخ يعودون إلى قبائلهم ويرفضون مساندة ميليشيات الحوثية بعد أن تأكدوا في الواقع من عنصريتها واحتقارها للقبائل واحتكارها للموارد وعدم ذقتها بكل يمني لا ينتمي للسلالة ولا يؤمنوا بالولاية والإمامة حتى وإن قاتل في صفوفها ويبدو أن الأمر وتصاعد الرفض الشعبي لا يتعلق فقط برواتب الموظفين ووفق ما يقوله المواطنون في المناطق الواقعة تحت احتلال الحوثيين ووفق ما جاء على لسان رئيس حزب المؤتمر في صنعاء صادق أمين أبو راس وإنما يتعلق الأمر بهيمنة حوثية وبتهميش سلالي لكل القبائل والسكان وبحرب على الكرامة والهوية وعلى حقوق الناس من حق العقيدة والحرية والعمل والكرامة إلى حق الراتب والخبز والأمن وليس انتهاءا بحق الحياة التي حولتها الميليشيا إلى جحيم وإلى مأساة ممتدة تستخدم كل من يقطن في مناطقها كرهاء تتحكم في كل شيء وتنهب كل شيء وتلتهم الموارد العامة والخاصة ولا تعطي منها حتى الفتات للسكان بكافة الشرائح شرائح شعبية بدأت تحتج وتعبر عن رفضها بأشكال متعددة وبدأت أهم القوى والقبائل والأحزاب اتخاذ مواقف رافضة لظلم الحوثي وعبثه وفساده بشكل معلن كما هو حزب المؤتمر الشعبي العام شريك الجماعة في صنعاء وقد أصبح اليوم يعلن صراحة رفضه لسلطة البدرومات ويقصد بها سلطة الحوثيين ويؤكد وقوف حزبه إلى جانب الشعب والمحتجين إذن تابعنا هذا التقهير المشاهدين إذن هناك حراك لا يمكن غضة طرف عنه على أكثر من مسار سياسي اجتماعي وشعبي أيضا لمناقشة هذا الموضوع ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة السيد صلاح أحمد غالب الناشطة السياسية المعروف نرحب بك سيد صلاح أهلا وسهلا بالجميع وأهلا بالجميع المشاهدين تحية لك وأشكر انضمامك معنا كما ينضم معنا وكيل محافظة صنعاء السيد عادل الصبري مساء الخير سيد عادل مساء النور تحية لك وأشكر انضمامك معنا لو بدنا بك سيد عادل بداية هناك مؤشرات كثيرا هناك حراك شعبي على أكثر من مسار في مناطق سيطات الميليشيا ما هي قراءتك لهذا الحراك الشعبي أولا نشكركم على تحت الفرصة لنا للطبع ما يدور في الساحة تحية لك والشيء الآخر هو الحراك الشعبي هو مستمر وذكرنا هذا في عدة مقابلات وعدة لقاءات الحراك الشعبي مستمر حتى تطحر البلاد من هذه الأصابة نعم إذن هو مستمر وأيضا يتصاعد سيد عادل أيضا ويتصاعد هو مستمر ويتصاعد يعني تابعنا القبائل تابعنا الاعتصامات والإضراب والحاصل أيضا هناك خطاب متقدم الآن لحزب المتمر الشعبي العادل هناك تطاعد مستمر سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الأحزاب أو مستوى النقابات المهنية المعلمين الموظفين الدولة أيضا ما تقوم بها الآن الحزاب مثل المؤتمر الشعبي العام ما تصرح به في الآخر اللقاء بالذكرى الواحد واربعين تأسيسه هذا يضيق الخناك على هذا العصابة ويضيق الخناك على هذا الشرنة الخذوية التخيلة على اليمن نعم بقى معي سيد عادة تحول السيدة صلاح أحمد غالب ونحن نتابع هذا الحراك لا أكثر من مسار سيد صلاح والآن نضم إلى هذا الحراك حزب المؤتمر الشعبي العام في صنع ما هي قراءتك حاليا؟ هل الناس تحرروا من الخوف؟ هل أصبحت الأمور خارجة عن سيطرة ميليشيا الحوثي؟ نحن أمام سلطة ميليشاوية سلطة قباية سلطة لا تعرف أي رحمة بالناس ولا تعرف أي حقوق للناس هذه السلطة فشلت في أن تدير المناطق التي تحت سيطرتها فشلت في أن تستوعب شركائها من القبائل من الأحزاب من غيره هذه السلطة هي سلطة طائفية في الأساس لذلك صعب جدا أن تقدم خدمات للناس أو تعطيهم رواتبهم حقوقهم هذه المطالب والاحتقاجات التي حصلت اتخذها المؤتمر فرصة ليعلن انفصاله عن هذه السلطة بطريقة ضمنية أنها الحرب انتهت ويتحمل الحوثيين مسؤولية إدارة البلد وإدارة هذه الأزمات وآتل حقوق الناس ورواتبهم وأخذ كل مقدرات البلد وكل القبايات والضرائب ولا تقدم أي خدمات لا ما ولا كهرباء ولا طرقات ولم تبني مدرسة ولم تقدم أي شيء للناس هذه السلطة تتأزم يوما بعد يوم وتآكل بشكل كبير جدا بسبب انحصارها في مجموعة سلالية وتفقد كل شركائها الذين شاركوا معها في الحرب على طوال الثمانة السنوات الماضية الآن هذه الكونات التي هي القبائل والأحزاب وغيره وجدت نفسها خارج السلطة خارج أي شراكة حقيقية لدرجة أن المؤتمر الشعبي العام لا يعرف ما يدور من لقاءات ولا يعرف ما يدور من مفاوضات وأيضا مقص حتى في مسألة القرار السياسي والقرار العسكري وغيره لذلك حاول من خلال الخطاب رئيسه الذي متواجد عندهم في مناطق سيطرة الحوثيين حاول من خلال هذا الخطاب أنه يلقي باللوم ويفض الشراكة بطريقة التي عبر عنها في ذلك الخطاب إذن تقرأ هنا فض الشراكة مع ميليشي الحوثي سيد صلاح سيد عدل هل تتفق مع سيد صلاح بما ذكره أنه تصريح ضمني أنه فض الشراكة مع ميليشي الحوثي وأيضا كيف تقرأ هذا الخطاب هل انضم الحزب للحراكة الشعبية والمطالبة الشعبية حاليا بما يتعلق بالرواتب مثلا أقولي أول حاجز الخوف قد أزال من فترة مشهور حديث اليوم وإنما هذه التراكمات وهذا الأحداث المتسارعة والضغط على الحوثي في تركيب الأوضاع في معاشات النات هذا يأتي إلى انفجار الوضع داخليا أما بالنسبة للمؤتمر الشعبية العام هو منخرط في المعادلة ومنخرط في المقاومة ومنخرط في أشياء كثيرة نقول البت على الشرعية أنها تقوم وتجسد هذا البيب بالتواصل مع الناس والاحتكاك بالناس في الداخل عبر التواصل الانتراء في الإنجاز على هذا المشروع الكهنوطي المستبت نعم طب ما أهمية التصريح الآن والإعلان لموقف حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء لمساندته لمطالب الناس وانضمامه لهذا الحراف الشعبي ما أهمية ذلك؟ أهمية كبيرة المؤتمر الشعبي العام هو جزء من الشعب ويعاني من بقية أبناء الشعب المؤتمر الشعبي يعني ركيزي من ركائز الدولة وهذا الحزب يعني لهم مقونات وله قدرات ولههم مكانيات كبيرة لا يمكن نستقبله ولا يمكن نحن إذاحته المؤتمر الشعبي العام يقوم بدوره مثل ما بقية الأحزاب يقوم بدورها أنا أتكلم داخل صنعاء ما حدود الآن أهمية ذلك وأهمية دوره هل سيكون له دور بعد هذا الإعلان سيد عادل؟ كيف؟ هل سيكون له دور حاليا بعد هذا الإعلان مسندته لمطالب الناس والشعب نتمنى ذلك أن يكون له دور وإن شاء الله يكون له دور نعم أنت تتمنى أن يكون له دور طب يبقى معي عادة تحول لسيدة صلاحة ما أهمية هذا الدور الآن لحزب المؤتمر الشعبي العام ويعني الإعلان حاليا عن مسندته لهذه المطالب الحقوقية للناس في مناطق سيطات الميليشيا هل هو قادر أن يقود حراك مثلا؟ الحراك يقود نفسه والشعب يخلق قيادته بطبيعته سيخلق قيادات سياسية سيخلق قيادات قبلية سيخلق قيادات مهنية نحن نعرف أنه تم تشكيل نقابات تعليمية وأكاديمية وغيره هذه النقابات بدأت الآن في المطالبة بحقوقها الأحزاب عبرت عن رأيها القبائل أيضا وقدت نفسها أنها دفعت ثمن للحرب وأيضا وقدت نفسها خارج السلطة خارج أي معادلة خارج أي حسابة سياسية أيضا حتى القبائل التي في صعدها القبائل التي في صعدها اليوم يتم هناك في عملية تأزيم للوضع الداخل صعدها القبائل وقدت نفسها خارج المعادلة لدرجة أن يذهب المشاط إلى هناك ويلقي خطاب دليل كبير على وجود أزمة سياسية داخل الصعدة ومع القبائل ومع المجتمع المجتمع بشكل عام وقد نفسه خارج أي حسابات لدى هذه السلطة هذه السلطة لا يهمها سوى أن تمارس طائفيتها تمارس شعاراتها بأموال الشعب وبأموال الناس ولا يهمها أي شيء آخر الناس الآن في مواقهة كبيرة مع هذه الطغمة المالية القبائية في حق الشعب نعم كما تحدث سيد صلاح سيد عادل هناك أزمة الآن سياسية وقبلية توجهها ميليشيا الحوثي سيد عادل هل باعتقدك سيكون هناك صدام بما يتعلق بحزب المؤتمر الشعبي العام تحديدا حاليا مع ميليشيا الحوثي خصوصا وأن الميليشيا مستفزة من خطاب صادق أمين أبو راس أن المؤتمر الشعبي من زمن مشهورنا اليوم لكن جاءت الفرصة أن الناس باقوا ذرعا الناس لقوا تنفس وسيط من تصريحات المؤتمر الشعبي العام ولهذا سوف يلتفى الناس حول المؤتمر سواء مؤتمري أو غير مؤتمري لأنه الناس قدوم باغرين من جماعة الحوثي هل باعتقدك سيكون هناك صدام في حالة الاعتقال حاليا والله محتمل يكون صدام محتمل محتمل يكون صدام لكن إن شاء الله تكون الغلبة لليمن وليس للميليشيات طيب سيد عادل قبل أن نختم معك الميليشيات لم تستطيع فضل إضراب المعلمين حاليا إذن هي ستقف أيضا باعتقادك عاجزة أمام هذا الحلاك الشعبي سواء القبل أو حتى السياسي حاليا أكد لكم أنها ستقف عاجزة في إتفاف الناس جميعا صفا واحدا تمام لمناحضتهم سواء المعلمين أو غير المعلمين أو أحزاب أو مفكفين أو جماعات أسادة الجامعة طلاب يعني لو وقفة واحدة فمشروع الحوثي سوف ينهار نعم وكيل محافظة صنعاء السيد عادل الصبري شكرا جزيلا لك سيدي لأنضمامك معنا سيد صلاح الآن باعتقادك ما تأثير الآن هذا الإضراب الاحتجاج هذا الحراكة الشعبي الذي يحصل على أكثر من مسار على قبضة الميليشي الآن وسطوتها أيضا وصورتها أمام مناصرها موضع من نفسها حاليا هذا الحراك هو بداية لثورة قديدة بداية لانطلاقة قديدة تقضي على هذه الميليشيا وعلى سلطتها الطائفية السلالية التي تعبث بموارد الناس التي تلعبث بدماء الناس التي تعبث بالسياسة والبلاد وبالهوية الوطنية بشكل أساسي هذه مع مشكلة مع دين الناس مع ثقافة الناس مع حقوق الناس مع كل ما له علاقة باليمن واليمنين وحقوقهم ودولتهم هذه سلطة تقف عايق عليهم وهذه بداية الثورة وبداية لنهاية الحوثيين وسلطتهم هل هذا ربما واقعي سيد صلاح تعرف الميليشيا هي تحكم بالقوة حاليا وبالحديد وبالنار هل باعتقدك سوف تقمع أي انتفاضة أو حتى ثورة حاليا هل هو متاح حاليا أن تكون هناك ثورة في مناطق سيطرتها رغم هذا الحراك الحاصل هو سيكون هناك ثورة وهذه مقدمة لهذه الثورة والثورة بالتكبر بالتراكم وبكل شيء لكن في حالة قمعة هذه الاحتجاجات في حالة قمعة العمل السلمي سيضطر الناس ربما إلى الواقهة المسلحة وهو الخيار الذي لم يجدوا عنه بديلا ما هي أيضا قراءتك سيد صلاح الآن حراك يحصل في مناطق سيطرة الميليشيا يعني إضراب المعلمين هناك أيضا القبائل حاليا متململة مما تقوم به الميليشيا ونتابع حاليا أيضا حزب المؤتمر الشعبي الموالي للميليشيا أيضا يلقي هذا الخطاب هل الحكومة الشرعية تلتقط كل ما يجري هل سوف تساند ذلك ما هي قراءتك لهذا الموقف بالنسبة للحكومة الشرعية ربما الحكومة الشرعية خارج هذا الموضوع لا تقوم بأي علاقات مع الناس هناك لا تقوم بأي دور ما يمكنه من يخدم الناس في مسألات أن يتحرروا من هذا القانب للأسف الشديد هذه مشكلة مع الحكومة الشرعية ومع آليتها في مسألات التعاون مع المواطنين وتحريرهم من هذه الميليشيا الحوثية الطائفية الإرهابية أيضا في ظل الحديث حاليا صيد صلاح عن فرص سلام وتهدئة وهدنة وهناك جهود كما تتابع دولية والآن العاصمة المؤقتة عدن تشهد حراك أيضا سياسي وإقليمي وما نشهده الآن في مناطق سيطرة الميليشيا هل سيكون هناك دعم يقدم أو حتى التفات لما يحصل في هذه المناطق مقبل المجتمع الدولي للأسف الشديد المجتمع الدولي والحكومة الشرعية والهدنة واتفاقاتها والمفاوضات التي تقري هي خارج حسابات الناس يعني لا الرواتب الموظفين لا حقوقهم لا الخدمات لا أي شيء هي في حسبان السياسة للأسف الشديد المواطن هناك يبحث عن حاجته وعن حقوقه بطريقته ولا ينتظر أحد وثورة لن تنتظر للشرعية ولا غيرها المواطن سيمضي في ثورته إلى الأخير هذا يقضوني لسؤالك سيد صلاح هذا الحركة الآن سيغير الموازين والمعادلة السياسية حاليا ويكون هناك الشعب والمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا متقدمين على أي قد يكون لك اتفاقات سياسية قادمة نعم أنا قلت أن المجتمع سيخلق قياداته وسيخلق كياناته مثلما بدأت تتشكل النقابات وبدأت تظهر الآراء وبدأت الأحزاب تفضل شراكة وغيره المجتمع سيخلق قياداته وسيفرض واقع جديد ربما لم يتمكن الاتفاقات حق الهدنة وغيره من خلقها نعم إذن الناشطة السياسية المعروفة سيد صلاح أحمد غالب شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا كما نشكر أيضا السيد عدل الصبري وكيل محافظة صنعاء إذن بهذا نصل ختم هذه الحلقة من حديث المساء السلام عليكم شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة